يا سيادة الوزير خليني الأول قبل ما نبتدي على الوزارة والشغل الحقيقة من ساعة لما التعديل الوزاري حصل والناس كده عندها لسه متفجأة اللي هو ده حصل ازاي وامتى ويعني يعني الايه الكواليس وازاي تقابلته مع رئيس الوزارة والترشيحات كانت ازاي وقعدته فين وبعدين تم الاستقرار وحلف اليمين فيارت تقول لنا يعني اولا موضوعك كيف الترشيحات وازاي تمت الكلام ده ده يعني حاجة يتعلق برئيس الوزارة وازاي هو كان بيدير هذا الملف اما انا بالنسبة لي انا بدأ معك التفاوض او كلام من امت يعني قبل حلف اليومين بحوالي يومين ثلاثة وجاء الاتصال ان فيه مقابلة مع السيد رئيس الوزارة وانت برضو ما تعرفش انت رايح لي يعني بشكل كبير يعني فطبعا فيه ملفات موجودة عند السيد رئيس الوزارة ده منها مثلا ما يتعلق بدروسات قومية وتوقعت ان ممكن نتكلم في هذا الموضوع لكن لقيتوا بيكلمني على موضوع الثقافة وايه اللي ممكن يتعامل فيها وطبيعة المرحلة اللي احنا فيها وازاي ان احنا محتاجين ان تكون الثقافة قوة مضافة للدولة المصرية ازاي يمكن ان نحشد جميع المبدعين مصر ومثقفيها وانهم قادرون على صنع البسمة والامل لدى المصريون وانهم ينخرطوا في الصف الوطني بشكل كوي وهو منخرطون كثيرين لكن في ان احنا عاوزين نضاعف الجهد بشكل كبير في ان احنا نسير في الطريق المهم في مشروع تحديث مصر في هذه المرحلة المهمة بكيادة الرئيس عفتح السيسي وبالتالي عرضت وجهة نظر في هذا الموضوع وبعد ذلك يعني طبعا مرست حياتي بشكل طبيعي ووجدت اتصال تليفوني انك انت تتجي للاتحادية لحلف اليمين ترجمة نانسي قنقر